موسيقى السلام عليكم مشاهدنا الكرام وأهلا وسهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة الاستثنائية من حديث المدينة التي نخصصها لفاجعة أشبكة حيث استقظت ساكنة الأقاليم الجنوبية والمغرب بشكل عام صبحت يومه الجمعة على فاجعة إنسانية جراء حادث سير مميت راح ضحيته 33 قتيلا وتسعة جرح جروحهم متفاوتة الخطورة معظمهم أطفال ستراوح عمارهم ما بين العاشرة والثاني عشر سنة كانوا في الطريق من العودة إلى مدينة العيون بعد أن شاركوا في نشاط رياضي بمدينة بوزنقة وبمناسبة هذه الفاجعة الأليمة تتقدم أسرة قناة العيون بأحر التعازي إلى أسر الضحايا راجعة من الله العلي القدير أن يتغذمدهم بواسع رحمته للوقوفي على حيثي هذه الكارثة الإنسانية ومناقشة تدعيتها وأسبابها ومسبباتها يحضر معي في بلطو الليلة كل من السادة الطلبية بوصولة ممثل قطاع الشباب والرياضة بنيابة العيون أهلا وسلم بك ويحضر معنا كذلك منصور المباكي نائب برلماني عن جهة العيون بجدور السنقي الحمار أهلا وسلم بك ويحضر معنا كذلك سعيد الكامل المكلف بمكتب الحوادث المدرسية وحوادث الشغل بنيابة وزارة التربية وطنية بالعيون أهلا وسلم بك أهلا وسلم وأخيرا وليس آخرا بشرى جلالي الكاتب العامة لشبكة وحدة وتواصل لجمعيات السلامة الطرقية أهلا وسهلا بكم جميعا بداية نبدأ معك أستاذ بوصولة الفاجعة وقعت صباحة هذه اليوم كيف تلقيتم الخبر؟ حقيقة صدمة كانت كبيرة لا على أسرة الشبيبة ورياضة ولا على سكينة مدينة العيون ولا على الاحتل المستوى الوطني أه لم يعني فيما مضى على أننا تعرضنا هذا النوع من الحوادث الخطير وهذا النوع من الحديثة اللي الحقيقة مستنا كاملين والصدمة هذه جعلتنا على أن في الواقع لأننا أولا نتأسفوا لأن ضحايا هم أطفال وهما أطفال كانوا حقيقة من أطفال مشاركين في مدارس رياضية كانوا يمارسوا رياضة الرياضة في كرة القدم لعب القوى كذلك اللي مشاهوا هم ضحايا كذلك أطر من خيرة الأطر من قطاع الشباب والرياضة اللي كانوا ملازمين هذا الأطفال واللي كذلك كانوا ضحية في هذه ولا كذلك الركاب اللي كانوا في الحافلة بالنسبة نحن كأسرة شباب والرياضة هذه الحادثة هي حادثة أليمة المتبينة كاملين وعزاؤنا واحد لأن نحن نعتبر أسرة وهذا مسنا حقيقة والواقع لأن لا زلنا في مرحلة الصدمة حقيقة لكي نقذوا لكن نظرا على أن فجاعة هذه الحادثة والواقع ديالها اللي وقع على السكينة كان ضروري لأن نحضروا في هذا اللقاء ونوضحوا ونعطوا بعض التفاصيل لتعلقوا بهذه المشاركة هذه الأطفال ضحايا نعم طيب سنعود إلى ذلك سيد النائب تلقيت الخبر كغيرك من جميع سكان أقانيم جنوبية وشعب غريب بصفة عامة هذا الخبر وقع علينا تقبلناه يعني بصدمة كبيرة خاصة وأن الضحايا أطفال لا تتجاوز عمرهم الثاني عشر سنة بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام وعلى صرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قدر الله ما شاء فعل هذه فاجعة كبيرة ألمت بأقاليم بساكنة الأقاليم الجنوبية وكذلك بالشعب المغربي ككل نعم أطفال ولأباء تلاميذ الذين كانوا على متن الحافلة وكذلك لأبناء الأطر التربوية التي كانت تمثل هذه الجهة بالمتدار الرياضي ببوزنقة وهذا المقدر وهذا ما يمكن أن نقول في بداية طيب أستاذ كامل يعني لو تفضلتم بتنوير الرأي العام بخصوص الإطار العام لهذه الرحلة أولا بسم الله الرحمن الرحيم أصالة عن نفسي ونيابة عن سيد نايب الإقليم لوزارة التربية الوطنية وتكون المهني بالعيون وكافة العامل بقطاع التربية الوطنية أتقدمه بأحر التعازي وأصدق المواسات لدوي هؤلاء الأطفال وكذا لضحايا هذه الفاجعة الكبرى صراحة أن تلقينا الخبر كسائقة صباح هذا اليوم بحكم أن هؤلاء الأطفال هم فلدة أكبادنا بالمؤسسات التعليمية وطور الشبيبة والرياضة نعرفهم حق المعرفة تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكاهم فسيح جنته طيب أستاذ بشرة جلالي يعني حقيقة السؤال يعجز عن الخروج عن الجعبة لكن أود أن أعرف كيف تلقيتم الخبر وكيف تفاعلتم معه خاصة أنكم يعني تشاركون دائما كالمجتمع مدني في عمليات التحسيس في عمليات التضامن وما إلى ذلك نعم في الحقيقة نحن نحن نزلنا تحسس أسير صدمة خاصة أنه وأننا الجامعة بعد ساعات قليلة من الحاديث المشؤوم واللي راح ضحيته واحد المجموعة من الأطفال في عمر الظهور أيضا مجموعة من ساكنة الأقاليم الجنوبية اللي من هذا المنبر كانت وجهوا أهاليهم وذويهم يعني بحر عبارة تعازي كانت من نوم العلي القادر أنه يرزقهم الصبر والسلوان تلقينا للأسف الخبر منذ الساعات الأولى للصباح نظرا لبعد المسافة أصعب علينا أننا نتنقلوا العلي المكان ولكن قمنا ما يمكن القيام به هنا في المكان فاجمعنا الإخوان لسواء المنخرطين أو أعضاء المكتب التنفيذي للشبكة وقمنا بواحد الاجتماع اللي يعني قرنا فيه الفاتحة يعني أكيد أننا سنجيولها في البرنامج خلالها نواكبوا هذه الحديثة نعم مواكبة هذه الحديثة معنا الآن من ظرفة الإخراج صور للحادثة التي ألمت بجماعة الشبكة كما تتابعون معنا الحافلة يعني محترقة عن آخرها كيف ترون هذه الصور طلبوية مثلا هذه الصور نحن لا زلنا لا زلنا هذه الصدمة صدمة كبيرة علينا كامل حقيقة وهذه الصور بتاعتنا بشاعة هذه الحادثة وخطورتها التي تعرضوا لها الحافلة والأطفال اللي كانوا يستقبوا هذه الحافلة مع الأطور ومع الركان هذه بقايا حطام بقايا حطام والله الحقيقة هذا شيء مؤثر شيء ويدمي العين ويبكيها والقلب وكل شيء لا إله إلا الله محمد رسول الله إنا لله وإنا إليه رجوع ولا حوله ولا قوة إلا بالله سيد نعب البرلماني مثلا إذا أردنا مثلا طرح سؤال نظرك من الأسباب الحقيقية أو الأسباب المتدخلة في هذه الفاجعة الإنسانية الكبيرة أولا لا يمكن في هذه اللحظة أن نتحدث عن الأسباب الرئيسية والحقيقية لهذه الحادثة أول شيء هذا أمر مقدر لهؤلاء الرقاب واللي نتمنى واللي هم الرحمة والغفران وجنة الردوان الأسباب اللي يمكن تكون هي عندها وقع لهذه العادثة كما تتابع معنا الصبر لا يمكن كما قلت أن نتحدث عن الأسباب إلى حين يخرج تحقيق إلى حيث الوجود واللي جلت ملك حفظه الله بعث لجنة وزارية إلى عين مكان من أجل الوقوف على ملابسات الحادث وتتعدد الأسباب والموت واحد نعم أستاذ كامل أسباب هناك من يقول أن الأسباب تهور سائق تضرب أراء أخرى بأن السائق يحمل معه قنية غاز صغيرة للاستعمال الشخصي أسباب كثيرة ألا ترى معي أنها مثلا مخالفة القانون وبالتالي يجب ضبطها من قبل وعدم سمح بهكذا تجاوزت في الطريق إذن كما أسلف الذكر وكما ذكر الإخوان هنا لا يمكن الحديث عن الأسباب الحقيقية هي الأراءة المتضربة نحن في انتظار التقرير النهائي للمصالح المختصة ليعطائنا مثلا الأسباب الحقيقية لكن الأراءة المتضربة يمكن أن نتحدث عن الطريق يمكن أن نتحدث عن الرؤيات يمكن أن نتحدث عن مجموعة من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الحديث ولكن الله وحده ويعلام سبب هذه الفاجعة الأليمة طيب الأستاذ مثلا البعض يرجح وقوع الحادثة إلى تأكل جنب الطريق طريق أوطنية أصبحت مطارنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذه الحديثات تقارير كتبين لنا التفاصيل لا يمكن لنا نجزم أو نتحمل المسؤولية إنما كمجمع مدني وبفعل الاتصال بفعاليات مدنية يعني بمدينة طنطان تم تأكيد أن النقطة الكيلومترية التي وقعت في هذه الحديثة تتوفر على علامة تشوير أفقية وعمودية في البنية أو الحالة الميكانيكية الحفلة نقل الركاب والشاحنة أيضا كيبن أنها في حالة ما نقوله شيء جيد ولكن في حالة ما يمكنش تكون هي سبب خلف الحديثة كيبقى المرجح أن العامل البشري هو الدافع الرئيسي وراء هذه الحديثة ولكن هنا أيضا نطرح عدة علامات استفهم العامل البشري بمعنى هل هي السرعة المفرطة هل هو عدم اتخاذ الموقف المناسب في المكان المناسب لأن السير على الطريق العام هو عبارة عن مناورات على الطريق هل هو عدم احترام وقت السياقة ووقت الرحة هل هو النوم أو الغفوة التي يمكن أن تؤدي إلى هذا النوع من الحوادث ويمكن أن تؤدي إلى هذه النتائج الكاريسية لمزيد من الإضاحات معنا من شبيكة محمد ابو تبعى عبر الهاتف رئيس جماعة شبيكة أستاذ محمد أهلا وسلم بك أهلا وسلم بك بداية تعزنا الحرة لهذا المصاب الجلل هل لا تفضلت الأستاذ وعطيتنا يعني تقييم للوضع هناك بشبيكة أثار الحادث الأسباب قراءتك للموضوع بشكل عام هذا أنا أول لهذه العائلة التي توفر الله والإمكان رحمة الله والإنساء لحد الساعة بقى ما خرج التقارير باش نقول الأحاديث لأنه بعض الناس يقولوا هناك قنينات غاز هناك بعض القازوان هناك بعض الليصانز هناك بعض يعدني بعديا أثير من الأمور إلى حد السعبات يقنت ولكن غالبا في الأمور لأن السائق هو اللي تقريبا بخلف الطريق ديال الكامي وهي فاش تثبت شعل العافية لأنه الاحتمال الكثير هو اللي أنه يكون شسائق تقريبا دانها شويتي أستاذ ابو تبع مثلا هناك أراعي يعني يقولوا أن أن أسباب المحتملة الحادثة الكيفية في صناعة مثلا الحافلات هناك مثلا الحافلات من بعض مواد سريعة الاشتعال وإضافة إلى الحافلات التي لديها خزنات إضافية في رأيك واش هذه مثلا أسباب مباشرة أو حتى لما كانت أسباب مباشرة تحول مثلا أسباب إضافية في تفاقم حجم الكارثة أسباب الحافلات الأخر التي يصاب ويصاب هم أبسط شي حاجة تشعال فيهم العافية لأن نوقعت واحد حال عندنا في طانطان الطاريخ الوطنية بين طانطان قلم كان واحد الكود يصير كوي بسيط في الحافلة وشعل العافية كامل لأن خصفا كان الكارة أو الكاميو ناشين والماطر صحون وتيربو تقدر تشعل العافية والغازوار ستوك تشعل في العافية رأى الناس بقي غامطة تقول أن البنزين هو المحمد أبو تبع مثلا شيني الإجراءات التي تم القيام بها في هذا الإطار تحركات على مستوى السلطة المحلية وتحركات على مستوى الشخصي السلطات الإقليمية هي التي قمت بطور أحسن على ما يرام تقريبا من الساعة كان الأمور كانت موجودة في وقاية مدنية من دارك ملكي العام الجامعة المجتمع المدني الذي خدموا تقريبا وكنت شكرهم بزاف من هذين برهات التي قاموا بالدور والفعل ذكر مثلا التقارير أن تسعة جرحة في وضعهم خطير ماذا عن تسعة الجرحة هل تجاوزوا حالة الخطر أم فيهم حالة وفيات أم ماذا كان ينجوز اللي انتقلوا للمراكش والدار البيضاء وهذه لديهم حالة خطيرة لستدعت الطائرة لجدتهم وبعد الإخوان رأي خرجوا من السلطات الحمد لله واربع أراكيني في مراكش نعم محمد 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 نسمع في النهاية عائلات الضحايا كيف كانت تعامل مع العائلات كيف تم خاصة بعد بقية التعزية والموساة التي تلقتها العائلات من طرف جلالة الملك في إذن الله ينصر أعطت تعليمات لهذه العائلات التي تكفل بجميع المصارف بجميع العجوية والسلطات في نفس الوقت الجوازية الداخلية تقربني يلا مشاهد ساعد المكان وتكلفت الأمور كاملة الحمد لله السلطات وكل شهاد يكون على أحسن نعم محمد بوتبع رئيس جماعة الشبكة كنت معنا من شبكة شكرا لك جزيلا شكر على ما تفضلت به من معلومات من عين المكان أعود معكم الضيوفي كرام دائما الحديث عن الفاجعة حديث عن أسبابها الآن وقع ما وقع يعني كيف يمكن يعني تدبير الملف كيف يمكن مثلا تضميط جراح أهالي الضحايا كيف يمكن مثلا الوقاية وضع خطط والوقاية من حوادث بهذه الحجم بهذا الكارثة العظيمة بالنسبة أولا الحادثة هذه اللي وقعت نحن لازم نعيش واقع الآن الآن في اللحظة هناك أسر مكلومة لأبنائها فلذات تكباذها قضاة نحبها في هذه الحادثة ولكن المسألة التي تشفع لأن أولا حقيقة خاصة نعترف على أنجلة الملك دوره وتكفل شخصيا بتنقل وعلاج المصابين كذلك دفن الموتى وكذلك العزاء هذا كان له دور كبير أولا لأنه كان قرب الضحايا وأسرهم كان خفف عنهم هذا الهم كذلك بالنسبة أن نحن كقطاع وزارة الشباب ورياضة نيابة العيون كان صدمة كبيرة اليوم السيد نائب طاقة من الأطر كلهم لأن حتى الضحايا رهم أطر من قطاع وزارة الشباب ورياضة ورهم حتى الضحايا من خيرة الأطر قطاع الشباب ورياضة نرى نتكلم على أطر وعلى أطفال اللي بينهم طار عزيز المرحوم أبو علي عزيز اللي رحمة الله عليه اللي كان حقيقة دائما كيساهم ويقوم بدور كبير في تأطير هذا الشباب وهذا الأطفال وهو المنصق اللي كان دائما يحمل يعني عناء هالطريق اللي يمشي باش يحضر منافسات وطنية وهذا الأطفال كان عندهم طموح اللي كانوا يشاركوا في بطولة الماء الإقليمية كذلك البطولة الجهوية اللي خولتهم على أنهم يشاركوا في هذه البطولة الوطنية واللي كان دائما العيون عند هذا التحدي التحدي في الحضور في التظاهرات الكبرى هذه الحديثة حقيقة تفتح لنا أمور خاصة نشاف خاصة يطلع عليها أولا نتكلموا في الجانب المسؤولية نعم تحمل المسؤولية كل من أخلب مسؤوليته في هذا الجانب نحن يجب أن كذلك كورة القدم هو كلهم لأن هذه تحت مدى بالنسبة الجانب اللي يتعلق بالمدارس الرياضة لأن هذه مشاركة اللاعبين ولاعب القوة وكذلك كورة القدم هو كلهم ينطو تحت مدارس رياضية مدارس الرياضية في إطار القانون تشتغل اللي عندها إجراءتها القانون فيما يتعلق التأمين أولا الممارسة كذلك الرخ الترخيص للآباء وأولياء الأمور بالسماح لهم ممارسة هذه الرياضة يعني اللي بغينا نقوله الإطار القانوني وحتى الأطور اللي يشرفوا عليهم دائما ملازمين هم مواكبين حنا هون طيب نعود عليك سأمشي الأستاذ الكامل بسبب الوزارة التربطانية قابت بعض خطوة تضامنية مع وزارة الشباب والرياضة بخصوص تعويض والتأمين عائلات الضحايا إذن كما قلت سابقا عندما تلقينا خبر هذا الفاجعة سيد نائب شكل خلية أزمة داخل نيابة الإقليمية بحكم أن هذا الضحايا هم أبناء مؤسسسات التعليمية وتزامن كذلك مع وجود سيد مفتش العام لوزارة الطبية وطنية بالعيون ثم أنني تلقيت اتصالا من المكلف بالضمان المدرسي بشركة سهم للتأمين يستفسرني عن حيتيات هذه الحادثة رغم أنه بالنسبة للإطار يعني الذي نشتغل فيه في إطار هذه الرحالة نحن في وزارة التربية وطنية تحكمه اتفاقية الدمان المدرسي الموبرامة بين شركة سهم ووزارة التربية الوطنية ومجرد أنه عندما يريد تلميذ أن يخرج في رحلة ضروري من إرسال لائحة المشاركين إجراءة قانونية ضرورية العادية ولكن هذه الرحلة نظمتها وزارة الشريفة والرياضة وسنعمل جاهدين لمراسلة مديري الشؤون القانونية والمنازعات للتدخل لدى شركة التأمين من أجل تعويض هؤلاء الأطفال في إطار تضامني لهذه الفاجئة سنعمل إن شاء الله لاحقا على هذا سيد نعيب دائما في إطار مواكبة ما سيقدم وما سيفعل من إجراءات وتدابير أنتم بسببكم نعيب برلماني ممثل للأمة عن هذه المنطقة كيف يمكن أن تدلوا بدولكم في هذا الباب ما يتعلق بتدابير التي يمكن اتخاذها كما تعلمون يعلم الجميع فالتحب جلالة حفظه الله قام ببعث اللجنة وفزارية عن المكان من نجل الوقوف على ملابسات هذا الحديث ولكن كما يعلم الجميع على أن الطريق الوطنية الرابطة بين تيزنيت والقرقلات هي طريق التي تتوفر فيها المعايير المعمول بها دوليا كطريق وطنية باعتبارها هي الطريق وبوابة إفريقيا وبوابة أوروبا على إفريقيا وكما في سؤالكم حول دور المتخبين في هذه المحنة فنحن طالبنا أكثر من مرة لا من داخل المؤسسة الشريعية ولا في مجلس الجهة وكذلك محادر المجلس الملكي للشؤون الصحراوية حول تقوية الطريق الوطنية الرابطة بين تيزنيت أو غريميم والقرقلات ولكن هناك أستاذ عدنا مقاطعي غير مثل الحديث عن تثنيت الطريق وإصلاح الطريق بين تيزنيت والقرقلات سبق الخوض فيه خاصة مع فاجعة غريميم وطنطان في الفيضات الأخيرة الآن يستجد الحديث يكرر مثلا النقاش حول فتح ملف وتثنيت طريق السيار مثلا بين تيزنيت والقرقلات وفيما يخص التثنية هناك حد الآن لا يوجد هناك مصروع لتثنيت الطريق لكن يعني الآن العوام بتعجيل مثلا هناك دراسة هناك دراسة هناك دراسة عدتها مجالس الجهات جهة العيوم بجدو الساق الحمراء ومن جهة ومجلس جهة قلمين بسمارة نعم حول تقوية الطريق على أن تتوفر الطريق الوطنية على سبعة أمتار نعم من الإسفلت نعم وكذلك الجانبات مترين في الجانبات من الإسمنت المسلح نعم وهناك محضر موقع ما بين رؤساء الجهات ووزير النقل في 26 نوفمبر 2012 نعم على أساس أنه ما بين تزنيت والقرقرات يتم تقوية هاته الطريق على أن تتم انتهاء الأشغال بداية 2015 نعم ولكن مع الأسف اليوم الملاحظ أنه هناك هناك تقصير نعم هناك تقصير من طرف الوزارة 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 المعنية نعم للي دائما نطالب من مختلف المنابر التي يمكن لكل منتخبين أن يدافع عن هذه الجهات فيما يخص الطريقة الوطنية نعم ولكن كما قلت لم تخرج إلى حيز الوجود لأسباب في نفسي نعم طيب أستاذ بوش جلالي الوقت يداهمنا كثيرا لضيق الوقت ألا يمكن الحديث الآن عن عمليات تحسيسية حول أساليب الإغاثة خاصة في حواديث الصير نعم في الحقيقة من تم اتصار بنا كنا بصدد الجماع التي تم تنظيمه موازات مع هذه الفاجعة والتي قررت فيها الشبكة واحدة وتواصل لجمعيات سلامة الطرقية بالصحراء أنها ستخذ مجموعة الأشكال النضالية والتحسيسية المواكبة لهذه العملية من ضمنها تم تشكيل خمسة فرق لزيارة ضحايا الحديث الأليمة وهناك أيضا تمت برمجة حملة التحسيسية سيتم وتنظيمها ابتداء من بداية الأسبوع في الحقيقة هذا المجال الإغاثة يحتاج إلى دقة لأن إذا كانت تأخير وسائل الإغاثة يستطيع يسهم في الرفع من عدد الضحايا فهذا يفتح القوس لأن نقش الطريقة التي يتم بها الإعلان عن الحديثة لأن الأطراف المعنية أو الجهاز المعني يتلقى مجموعة المكالمات كاذبة وتالشخص الذي يبلغ على وقوع الحديثة يجب أن يكون دقيق ويجب أن يبلغ بها بشكل معين ويعبر على عدد الضحايا وعلى الموقع وعلى المقطع الطرقي الذي توجد به الأكيد أن هذا دور المجتمع المدني والأكيد أن هذا دور الإعلام حتى هو بدوره وأنه حان الموعد لكي لا نبقى مناسباتين فقط ندروا المواكبة من يتوقع كارثة إنما نكون استباقين وندروا برامج لينستغلوا فيها الوجود تلفزة الجهوية لكي يتم المخاطبة السكينة الأقاليم الجنوبية ومواطنين عموما لأن هناك خصوصية المنطقة فهذه المقاطع الطرقية الطويلة التي تفصل بين مركز حضاري ومركز حضاري وغياب المحطة الاستراحة الملائمة هذا يأثر بشكل سلبي على المرضو السائق على اليقظة وحضر وصراع على الوقت على الطريق وهو الذي يمكن أن أدل بهذا النزائج طيب سيد طالب كلمة أخيرة في المضو الكلمة الأخيرة هي أولا باسم السيد النائب قطاع وزارة الشباب الرياضة بالعيون وباسم أطر قطاع وزارة الشباب الرياضة كان عز أبا وأولياء أطفال المشاركين في هذا كذلك نعز الأسرهم كذلك الأطر التي أقضوا نحبهم في هذه الحادثة لازلنا كيفما قلنا قبل في حالة الصدمة لازلنا مكلومين ونتمنى إن شاء الله أن نرهم من الله الصبر ونتمنى أن نرهم إن شاء الله الرحمة وجنة الفردوس إن شاء الله ونتمنى كذلك على أن طرقنا تكون طرق سليمة طرق لما تأدي الحوادث والله كذلك نتمنى على أن سائقي الحافلات والله أي مسؤول أي المتداخل المسؤول يتحمل مسؤولية في نقل الأشخاص لأنه يتحمل مسؤوليته ومرة أخرى نتمنى إن شاء الله لأن تكون أخرى تن بدوري قدم مرة أخرى حر تعزي لدوي الضحايا وهنا يجب الإشارة إلى أن يجب تضافر جميع الجهود من جميع مكونات الشعب المغربي للحد من هذا الحوادث المدرسية من الحوادث الطريق عفوا نعم طيب أستاذ أخذ كلمة مثلا في الثلاثين ثانية في الآخير وجدد تعزي الحارة للأسر الضحايا وكذلك إلى الأطر وزارة الشبيبة والرياضة وكذلك إلى الأباء التلاميذ الذين كانوا يمثلون جهة العيون بجدور السرق الحمراء بهذا اللقاء الرياضي ببوزنقة كما لا يفوتني أن أشير إلى أنه يجب على الجميع المنتخبين وكذلك المجتمع مدني ولا مصالح المختصة المعنية بقطع الطرقي بهذه الجهات إلى التذافر من أجل يعني بذل المزيد من الجهد من أجل يعني أن ترقى طرقنا بالأقاليم الجنوبية إلى مصاف الطرق التي نراها بمختلف مدن المملكة كذلك أخيرا وليس أخيرا نشكر كل المسؤولين والذين يعني بذلوا الجهد الكبير من أجل يعني نقل الضحايا ومواساة عائلتهم وفي مقدبتهم عاهل البلاد المفد صاحب جلالة حفظه الله ونصره الذي بعث ببرقية تعزية لأسر الضحايا وكذلك تكفل بمصاريف الدفن والعزاق المجتمع المدني يرفع نداء الحيون يقول كفى من حواديث سير كفى من حرب الطرق كفى من إزهاق الأرواح البريئة على الطرقات وليتحمل كل واحد المسؤولين نعم نشير في الأخير إلى أنه بمجرد ما علم صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالنبأ المفجع لحادثة صير المؤلمة التي وقعت بالقرب من جمعة الشبكة بأقليم طنطان والتي بعث جلالة رسائل إلى أسر الضحايا ضمنها تعزيها الحارة ومواساته الصادقة سائل لله تعالى أن يتغمض المتوفين منهم بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ويمنى على المصابين بالشفاء العاجل كما كانت هناك ردود فعل دولية إزاء الحادث الذي كان هنا بالمغرب من فرنسا أكدت فرنسا أنها تلقت ببلغ التأثير نبع حادث السير المعساوي الذي تعرضت له حافلة اليوم الجمعة بإقليم الطنطان معابرة عن تضامنها مع السلطات المغربية في هذا الظرف الأليم وصرح الناتق باسم الوزارة الخارجية الفرنسية نتقدم بتعازين لعائلات الضحايا ونعبر للسلطات المغربية عن تضامننا في هذا الظرف الأليم إلى هنا ليس عني إلا أن أشكر ضيوفي ضيوف حلقة الليلة الاستثنائية والتي خصصناها لفاجعات وادي أشبيكة وهم الساداء الطلبية بوصولة ممثل قطع الشباب والرياضة بنيابة العيون شكرا لك ألطيب حضوري وشكر كذلك لمنصور المباركي نائب برلمانيون عن جهات العيون بوجدور الساقي للحمراء شكرا لك ألطيب حضوري وشكر كذلك لسعيد الكامل مكلف بمكتب الحوادث المدرسية وحوادث الشغل بنيابة وزارة التربية الطالية بالعيون شكرا لك وشكر أخيرا وليس آخرا لسيدة بشرة جلالي الكاتبة العامة لشبكة وحدة والتواصل لجمعية السلامة الطرقية شكرا لك كما لا يسعنا في الأخير إلا أن نسأل الله العي قدير أن يتغمد أسر يتغمد الضحايا بواسعة رحمته تتقدم أسرة قناة العيون مرة أخرى بتعزيها الأحارة إلى أسر الضحايا حديثنا لهذا الأسبوع انتهى الأسبوع المقبل لنا حديث آخر السلام عليكم موسيقى ندعو مشاهدين الكرام الذين يتابعون عبر نايلسات القنوات الأولى العيون تيفي الرياضية الثقافية المغربية السادسة وتمازيغت إلى تحديث ترددات الاستقبال حسب نفس الموقع المداري سبع درجات غربا وفق المعضيات التالية ويمكنكم استقبال الأولى أشد وفق نفس المعضيات تحت شعار دور المواسم الدينية في ترسيخ الوحدة الوطنية تنظم قبائل الرقيبات أهل إبراهيم داود بشراكة مع جمعية داود للتنمية والتكافل الموسم الديني التاسع للقطب الرباني الولي الصالح داود بن محمد بن قاسم بن الشيخ صدحم درقيبي موسم الولي صالح داود بن محمد بن قاسم بن الشيخ صدحم درقيبي أيام العاشر الحادي عشر والثاني عشر من شهر أبريل الجري بمنطقة وين مراد بنفوذ جماعة الحقونية القروية شرقية مدينة العيون اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة